طيب دراتي هنطيب حضراتكم مع موجز لأهم وآخر الأخبار مع ليندا تفضلية ليندا شكرا هدير الثامنة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بدغط الجدول الزمني لتنفيذ مشروع مجمع الصناعات الغذائية قهوة إدفينة ووضع خطة متكاملة لتشغيل خطوط إنتاجه وفقا لأحدث النظم والمعيير والمواصفات العالمية للتصنيع الغذائية بما يؤهله لتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير جاء ذلك خلال اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في قطاع الأمن الغذائي والزراعة وشهد الاجتماع عرض موقف زراعات الزيتون في مصر حيث وجه رئيس سيسي بتنسيق بين كافة الجهات المعنية للتوسع في المساحات المنزرعة كما وجه رئيس سيسي بتوفير كافة المتطلبات اللازمة للتوسع في زراعة القصب بالشتلة خاصة ما يتعلق بإنتاج البذور المعتمدة اللازمة إلى جانب تطبيق أسليب الرأي الحديث في المساحات المنزرعة بالشتلة وطلع رئيس سيسي خلال الاجتماع على أهم محاور الرؤية المستقبلية لتنمية قطاع الثروة السماكية في البحيرات على مستوى الجمهورية تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمر طلعت الموقف التنفيذي لمشروعات الوزارة وعرض وزير الاتصالات مشروعات التحول الرقمي وخاصة منصة مصر الرقمية التي أطلقت في يوليو 2020 كما تناول موقف خطة تطوير مكاتب البريد مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تطوير 1329 مكتبا من المستهدف لعام 2021 وأشار وزير الاتصالات إلى أنه يتم التنسيق لوضع آليات التكامل بين منظومة الأجور والمرتبات مع منظومة الموارد البشرية من خلال قاعدة بيانات موحدة كما يجري العمل على إطلاق الإصدار الثاني من تطبيق إدارة المشروعات القومية لإدارة مشروع حياة كريمة أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 1703 متعافين من فارس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفارس إلى 342 762 حالة حتى اليوم وأشرت الوزارة في بيانها اليومي إلى تسجيل 1569 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها للفارس ومتحوراته لافت إلى وفاة 41 حالة جديدة أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 157 393 إصابة جديدة بفارس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات بالفارس في البلاد إلى نحو 24 مليون إصابة منذ بدء الجائحة وأضافت الوزارة في بيانها اليومي أنه تم تسجيل 238 وفاة جديدة بالفارس ليرتفع إجمالي الوفايات في البرازيل إلى 622 801 حالة تقدم قائد البحرية الألمانية كاي أخيم شونباخ باستقالته من منصبه بعد إدلائه بتصرخات حول الأزمة الأوكرانية وكان شونباخ قد صرح خلال اجتماع عقد في نيودزالي أن ما يريده الرئيس الروسي فلادمير بوتين هو الاحترام ومن السهل منحه الاحترام الذي يريده والذي يستحقه أيضا وأضاف أن شبه جزيرة القرمة التي ضمتها روسيا عام 2014 لن تعود إلى أوكرانيا وفي وقت لاحق قدم شونباخ اعتذاره وأكد في تغريدة أن كلامه لا يعبر سوى عن موقفه الخاص قبل أن يتقدم باستقالته من أجل ما وصفه بتفادي إلحاق المزيد من الأذاب البحرية الألمانية وبجمهورية ألمانيا الفدرالية أكد الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أهمية حماية أمن واستقرار المواطنين وملاحقة فلول تنظيم زاعش الإرهابية جاء ذلك خلال اللقاء بين صالح والقاظمي وأشار بيان صادر عن الرئاسة العراقية إلى أن اللقاء شهد بحث مجمل الأوضاع العام والتأكيد على أهمية حماية المواطنين وقطع الطريق أمام محاولات تنظيم زاعش الإرهابي لاستهداف أمنهم بالإضافة لتوفير الدعم للقوات الأمنية في القيام بمهامها كما تم التجديد خلال اللقاء على أهمية تكاتف القوى الوطنية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والشروع في الاستحقاقات الوطنية الدستورية نهايات موجزة ثمنا نعود الاستكمال باقي فقرات صباح خيري مصر بعد الفاصل